طيب ايه هو الموضوع التاني؟ الموضوع التاني اللي هكلم حضراتكم فيه في هذا الجزء هيكون بعنوان صح ولا غلط زي حلقتنا السابقة ودايما بنقدمه لحضراتكم في هيئة سؤال والسؤال بتاع النهاردة هو صح ولا غلط اننا نقدم للطفل اللبن الحليب خليد دسم والاجابة ان ده غلط عكس ما ناس كتير قوي فكرة والحقيقة ان انا لاحظت ان كتير من الامهات بيعملوا هذا التصرف ومش بس كده لأ كمان بيروجوا له على وسائل التواصل واجروبات الامهات بس لهم يقول لك لأ انا بل لازم اشرب ولدي لبن خليد دسم وكأن ده الديفولت او كأن ده الطبيعي او كأن ده الاصحية والحقيقة زي ما قلت ان ده غلط جدا لان زي ما شرحت لحضراتكم في حلقات التغذية ان في نوع من الفيتامينات قسم كامل من الفيتامينات لا تزوب الا في الدهون هي فيتامينات A وD وE وK هو زائفهم بقى او اهميتهم الكبيرة اتكلمنا عنها في حلقات التغذية ان تقدروا ترجعوا لها على وسائل التواصل بكل بقى تفصيل اللبن الحليب لازم يقدم للاطفال في تركبته الطبيعية سواء هو او الزبادي يعني برضو ما نديش للطفل زبادي خليد دسم او زبادي نصف دسم او ما فيش كلام طيب السؤال بقى امتى نقدم المنتجات النصف دسم او الخالية من الدسم للاطفال الموضوع ده بيتم اذا كان في استعداد وراثي من الام والاب لزيادة مستوى الدهون السلاسية والكوليستيرول يعني عندنا ام واب او ام او اب عندهم هما الدهون السلاسية عندهم عالية والكوليستيرول عالي ساعتها بنديهم لا بندي الاطفال يعني خليد دسم وكا لا ساعتها بنرائب مستويات الدهون والكوليستيرول عند الطفل بالتحليل المعملية طبعا اذا لقينا فيها قابلية للزيادة بنقدم منتجات الحليب ومشتقاتها زي بقى الجبن والزبادي وكده نصف دسم برضو مش خالية ويبقى استخدام المنتجات الخالية من الدسم في الحالات المرضية فقط ودي عند الاطفال بتكون قليلة جدا الحقيقة ان لم تكن ندرة طبعا ارتفاع الكوليستيرول او الدهون السلاسية عند الاطفال مش بس مرتبط بالعمل الوراسي زي ما قلنا من شوية لكن كمان في عوامل تانية زي مثلا نقص النشاط البدني عند الاطفال وزي زيادة الوزن وزي الافراط في تناول الحلويات او العصائر او الاطعمة الدهنية يعني فيه اطفال رغم انهما صغارين تلاقي النمط بتاع اكلهم متهور جدا وغلط جدا وده جماعة عمره ما بيكون بمعزل عن الاسرة سواء بشكل مباشر او غير مباشر يعني ايه يعني لو بشكل مباشر هتلاقوا ان البيت كله بيأكل غلط طب بشكل غير مباشر هتلاقوا ان الطفل ده لما يخرج برا البيت او يروح لجدته او يروح يلعب مع صحابه او بتاعه يأكل حاجات في السر يعني غلط وده برضو بيبقى تأثير من الاسرة يعني انها مش متابعة او مش مفاهمة الطفل ان الاطعمة دي خطر عليه يبقى كده انتهينا من الموضوع التاني وقلنا انه لما نقدم للطفل اللبن الحليب ما نقدموش خالي الدسم على نص دسم بنقدمه له عادي خالص